شاهدين الكرام نشير إلى هذا الخبر العاجل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين وقد استعرضت نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات والتوزيع الجغرافي لهم وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغرمة بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة وأيضاً صياغة آليات آمينة للإقراض الميسر ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراست حالتهم وذلك تمهيناً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطرة المبارك كما وجه السيد الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية للصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرمة وأيضاً وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدنية على مستوى الجمهورية والذي سجل زيادة ملحوظة لتلك المنظمات خاصة في محافظات الوجه القبلي والقناة إلى جانب عرض مجالات العمل التنموية لتلك المنظمات في العديد من القطاعات كما تم كذلك استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني خاصة التحول الرقمية وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي وأيضاً المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر والتي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية وأيضاً تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استبدامتها نظراً لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني اشتركوا في القناة